أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية خلال عام 2022 في حجم صفقات الشركة الناشئة وذلك بنحو 144 صفقة مسجلة بذلك حجم زيادة وصلت إلى 3% مقارنة بمستويات عام 2021 ومستحوذة بذلك على 21% من إجمالية حجم الصفقات في القارة خلال عام 2022 وأشار مركز المعلومات إلى أن الشركات الناشئة المصرية تمكنت من جمع 787 مليون دولار خلال عام 2022 بحجم ارتفاع يصل إلى 21% مقارنة بمستويات عام 2021 نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جلسة نقاشية حول تحديات تحقيق أمن الطاقة في مصر وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإعداد لمشروع بحثي متكامل لسياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي بمشاركة 20 خبيرة من الجهات المعنية وعدد من الشركات الممثلة للقطاع الخاص وأشار رئيس مركز المعلومات إلى أن العالم يشهد أزمة أمن طاقة حقيقية تتخطى أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا مع وجود أثار من المتوقع أن تمتد لسنوات قادمة وتوقع رئيس مركز المعلومات أن تبلغ الاستثمارات الخضراء لأول مرة نحن 1.3 تريليون دولار بما يقارب الاستثمارات في إنتاج الوقود الأحفورية عقدت أعمال الدورة الحادية عشرة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزري برأسة وزير المالية الموريتاني إسلام والمحمد بادي وتعقد هذه الدورة بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك ويناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال الذي أعده كبار المسؤولين والنظر في مشروعات القرارات بشأنها وإقرارها والبت في البنود المرفوعة من كبار المسؤولين ويتضمن جدول الأعمال 21 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية اليوم حصلنا على قرار بالإجماع بالجامعة العربية من الإخوة الوزراء للطلب من شركاتهم الخاصة والقطاع الخاص العربي بالإضافة إلى السناديق العربية الداعمة والحكومات لدعم هذا المؤتمر للاستثمار في القدس وإيجاد فرص عمل وعمل شركات مشتركة فلسطينية عربية لدعم القدس والحفاظ على عروبة القدس ومنع تهويد القدس اليوم كان لي الشرف أن سلمت الرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الشقيقة الجمهورية الإسلامية الموريطانية هي كانت مناسبة حقيقة استعرضنا فيها ما أنجزناه خلال الفترة الماضية وخاصة بعض الاتفاقيات التي تمت إجازتها من طرف المجلس والمتعلقة بالأمن الغدائي وبالدمان الاجتماعي وبمصار الاتحاد الجمركي العربي وبمصار كذلك منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والمصريين وسط تدولة مرتفعة وربح رأس المال السقي للبرصة نحو 28 مليار جنيه اليغلق عند مستثمرين مستوى 1.98 من الألف تريليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 3.93 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 17.613 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.71 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 2879 نقطة وصاعد مؤشر EGX100 بنسبة 2.4 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 4.365 نقطة قال وزير النفط الهندية هارديب سينج بوري أن الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم نوعت مصادر وردات الطاقة لكنها ستواصل شراء معظم احتياجتها من النفط من الشرق الأوسط لفترة طويلة وعضف بوري خلال أسبوع الطاقة في الهند أن دول الخليج ستظل موردا رئيسيا لفترة طويلة قادمة مشيرا إلى أن بلاده ستواصل شراء من روسيا إذا بقيت الأسعار مناسبة ختموا جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لمصطفى ميزار وأمير العقدة إليكم من جديد شكرا لك اشتركوا في القناة